موسيقى مساء الخير عزيزي المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا موضوع حلقتنا لليوم هو ألام الصدر ألام الصدر كل إنسان فينا ممكن يصيبه ألام بصدره ولكن أكيد فيه أنواع وأشكال منها الخطير ومنها البسيط ولكن دائما وأبدا اللي بيقدر يحدد هو الطبيب اللي بيقدر يقول لنا هل ألام الصدر هاي ناتجة عن شيء بسيط ولا فعلا شيء خطير اليوم اللي رح يجاوبنا على سؤالنا هذا هو الدكتور جوني خوري أخي الصائي أمراض القلب في رمالله اللي إحنا رح نطرع عليه كل أسئلتنا ولكن بعد ما نشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا ألام الصدر من الممكن أن تصيب الإنسان في أي وقت وأي عمر وتتراوح هذه الألام ما بين البسيطة والشديدة ومن الممكن أن تحدث في أي جزء من الصدر وأسباب حدوث هذه الألام متعددة ولكن أخطرها ما قد يكون ناتج عن أمراض عضلة القلب أو تضييق في شرين القلب والتي عادة تكون ألام شديدة مصاحبة لغثيان تعرق وآلام الساعد وفي هذه الحالة يكون المريض بحاجة مساعدة طبية وبشكل سريع ولكن ليس كل الألام صدرية ناتجة عن مشاكل قلبية فهناك العديد من الأسباب الأخرى مثل تدخين، الارتجاع المريء، التهاب الغشاء الرئوي وغازات في القولون ولكن يجب تحديد السبب من خلال استشارة الطبيب ويجب علينا أن نتعامل مع ألام الصدر بشكل جدي وعدم إهمالها وخصوصاً إن كانت هذه الألام متكررة أو مصاحبة لأعراض أخرى مساء الخير لدكتور جوني وأهلا وسهلا فيك برنامجنا صحتك بالدنيا يعني إحنا مساء الخير لك يا ولجميع المشاهدين دكتور جوني أنت دائماً صديق عزيز علينا في صحتك بالدنيا شكراً لك وموضوعنا لحلقة اليوم هو موضوع كبير جداً يعني بنحكي عن موضوع له تشعبات كثير وإله أسباب وأنواع كبيرة إحنا راح نحاول بشكل مختصر ونحاول أن نوصل الفكرة من برنامجنا هذا لنوصل شو هو يعني ألام الصدر متى أنا لازم أخاف من ألام الصدر متى أنا كمان لازم أروح للطبيب بداية دكتور جوني يعني أنت طبيب قلب وبتشتغل في ربالله وعندك مجموعة من المرضى هل بتلاحظ أنه فعلاً أنه إحنا كشعب كناس كمواطنين كمرضى بصير في عنا لغط أحياناً ما بين أسباب ألام الصدر هل بصير في عنا خربش شوي في إنه إحنا شو نعرف شو السبب اللي وراها طبعاً هو زي ما تفلدلت يعني ألام الصدر هو يعني هناك أسباب عديدة وكل شخص فيه إله الطريقة اللي هو بوصف فيها نعم لها الألم يعني فيه هناك عدة مصطلحات عدة تعبيرات بعبر فيه هلش المريض عادة وبتأدي بالآخر إشي ياسبه ألم بالصدر نعم يعني كثير منهم بيجي بيحكي أنه مثلاً في عنده نخزة في عنده انقباط في عنده شعطة في عنده حرقة في عنده إشي غير مريح بالصدر متى إحنا بنقول يعني طبيياً خلينا نقول متى إحنا بنعتبر المريض أنه في عنده ألم يعني شو طبيعة الألم اللي إحنا طبيياً بناخدها في عين الاعتبار نعم طبعاً هو بشكل عام يعني ليس كل ألم بالصدر معناته هو يعني هو جدي وهو يعني أو يعود سببه إلى أمراض القلب وشرين يعني الألم اللي إحنا دائماً بناخد فيه بعين الاعتبار هو الألم اللي بيجي المريض بيوصفه بشكل يعني بيمسك إيده على وسط الصدر وبقول إنه في عندي تعب شد ضغط تقول حرقة شاطة بالصدر عادة يعني عادة حسب الضبحة الصدرية غير المستقرة وتعريفة أنا بيصير عادة مع بذل جهد بيكون عم بيبذل فيه جهد معي يعني لم يمشي أو يطلع درج مثلا يمشي طلع 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 درج وقتها شو ممكن يحس المريض؟ خاصة فيه يعني فترة الشتاء فترة البرد بيشعر إشي غير مريح بالصدر عادة يعني هذا ممكن يكون بواسط الصدر ممكن يعني 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 يتجه لأحول الذراعين للكتفين للظاهر عادة بيكون مع بذل الجهد وبالتالي بيضطر الشخص أو المريض إنه هو يوقف الجهد اللي هو بيبذل يعني إذا كان طالع طالع بيوقف عادة نعم أو بيخفف من المشي وبالتالي بيشعر إنه الألم بيزول نعم دكتور جوني هاي التلاتة هم يعني من أعراض الذبح الصدرية بس يعني إحنا شفنا بالتقرير بإنه إحنا بنحكي عن الأخطر الأكثر خطورا هي أمراض القلب وشرين القلب أنت بتقول إنه بالشيطة ممكن تزيد هاي الشغلة طب أنا كيف كمواطن أو المشاهدين طبعا كيف ممكن يميز يعني طب ما هو ممكن يكوح ويصيبوا وجع بصدره فبالتالي يعتبر إنه هذا إشي من القلب يعني بدنا نحاول نبسط الفكرة للناس بحيث إنهم ما يخافوا بس بنفس الوقت ما يركنوا إنه كل ألم بالصدر هي شيء عابر نعم طبعا ما هو يعني إذا بيصير فيه الألم عادة إنه هو قاعد الواحد بدون ما يعمل أي مجهود هيك دخلنا على ألم مختلف شوي مختلف شوي بالعكس ممكن يكون يعني ممكن يكون سبب ولا القلب وشرين القلب التاجية وممكن يكون إشي خارج نطاق القلب وممكن يكون أسباب أخرى يعني غير تكون ش Lily القلب نعم التاجية ممكن تكون من المعدة ممكن تكون من المرارة ممكن تكون من المريء فبس عادة يعني المرض الشديد أو الأول اللي بيكون عدد في وسط الصدر عادة بأخذ الراحة فيه احنا بناخد فيه شوية الأمور شوية جدية أكتر نعم كتور جوني لو حبينا احنا يعني بشكل عام نعدد أسباب ألام الصدر يعني هي أنا بعرف انها كثيرة جدا ولكن ايش الأكثر شيوعا اللي احنا بنلمسوا في حياتنا اليومية أو من خلال عملنا الألام الصدر عادة اللي احنا بناخد فيها بأمور جدية اللي بتكون يعني عائدة لأبرد شرين القلب التاجية نعم بسبب يعني تصلب في شرين القلب وبسبب تضيق إن كان تضيق في الشرين بسبب التصلب أو يتؤدي كمان لإنسداد أو حدود جلطة مثلا لي حدود الجلطة القلبية طبعا في هناك يعني أسباب أخرى بس هذه بتشكل حوالي 70% من الحالات اللي بتيجي فيها للطبيب القلب اللي بتكون عادة يعني لأنه تكون تشخص كمرض شرين القلب التاجية لكن في أسباب عديدة طبعا ممكن نعم يعني برضو من الأسباب مثلا هو الارتجاع المريئي ممكن يسبب ألام أحيانا حتى اللي بسبب العمية دكتور جيني اللي هو لفحة الهواء العضلات يعني اللي هو تشنج العضلات ممكن يسبب ألام الفكرة بأنه إحنا بدنا نوصل للناس بأنه إحنا مش كل ألام بالصدر هو خطير ولكن أنا بعرفش إذا بتتفق معي دكتور جينيو لا يعني دائما وأبدا لازم ناخد كل ألام بالصدر في محمل الجد أنا بأعتبر دائما أنه ألم الصدر هو متهم حتى تثبت براته حتى ما نصبت أنه هذا الألم ليس علاقة له في القلب خاصة إذا كان شخص يعني عادة الرجال أكثر من النساء معاناة النساء برضو عندهم كمان مشاكل اللي صلنا ناخد فيها بعين الاعتبار أكثر بس شخص يعني عمره في 30 في 35 في 40 شخص مدخن شخص عنده سكري شخص عنده كوليسترولي دهنيات من ناحية وراثية عنده ارتفاع ضغط هؤلاء الأشخاص اللي ما ناخد فيهم بعين الاعتبار أكثر يعني حتى العلم اللي ممكن يعني ما يكون فيه يعني مش مش الألم اللي ممكن إحنا نلاقيه بالزبط زي ما هو موجود في الكتب زي ما بقوله صحيح صحيح لا إحنا برضو ناخد فيه بعين الاعتبار في زل وجود عوامل خطورة إذا المريض هذا يعني بشكي أو يعاني من عوامل خطورة أخرى نعم عادة دكتور يعني فترة الشتاء هي فترة الألم الصدرية سواء كان من النزلات البردية أو من تشنجات العضلية أو حتى من اللي أخي نقول تضيق الشرين برأيك يعني كيف الناس ممكن تقدر بشكل مبدئي أخي نقول تميز أنه هذا الألم ناتج عن مشكلة كبيرة بلاش يحدده شو هي أو ناتج عن شيء بسيط وطبعا في فترة الشتاء معروف أنه يعني نسبة الأمراض يعني أمراض شرين القلبي التاجية أو حتى كمان أسباب الوفيات العائدة للجلطات القلبية يعني بتظهر عادة في فصل الشتاء بسبب البرودة الجو اللي هي بتأثر طبعا على الشرايين بتعمل عملية الشنج وإنكي ماشي في الشرايين الجسم ككل بس على الأخص في شرايين القلب التاجية في ظل وجود هناك تصلب في الشرايين اللي ممكن الشخص يكون يعني ما يعرف عنه وممكن ما يعرف تكون الوهلة الأولى بالنسبة لأنه هو يصير في عنده يعني تضيق في شرايين القلب التاجية طبعا إذا كان في هناك الألم اللي بحصل مع بذل جهد أو في خلال فترة مثلا التلج لمصر نعم فترة الهواء البارد أو فترة الشتاء بشكل عام هو طبعا بشكل عام كل السنية بس على الأخص فصل الشتاء يعني أي ألم مزعج في الصدر خاصة في منطقة الصدر بالوسط إن كان يعني أو حتى على الكتفين أو حتى على الإيدين كان اليمين أول اليسار عادة اليسار أكتر خاصة في ظل وجود هو عم ببذل جهد معين أنا بفضل يترك كل إشي نعم ويتجه للمستشفى أو حتى للطبيب طبعا في بعض الألام اللي احنا ممكن ما ناخد فيها بعين الاعتبار أكتر يعني أنت تاخدش فيها كطبيب كطبيب ولكن كمريض لازم هو ياخدها بعين الاعتبار بشكل جدي نعم بشكل جدي ويتجه للطبيب وبالآخر خلي الطبيب هو اللي يقرر زي ما حكينا أنه احنا بنسبة لعيلنا متهم لحد ما الطبيب يثبت أنه فعلا يعني هل هو عائد أو سببه لا شعرين القلب التاجين كان يعني تسلب تضيق أو انسداد أو هو خارج نطاق القلب نعم لو سألنا دكتور السؤال المحوط دائما وأبدا في كل الأمراض تدخين تدخين وعلاقته بألام الصدر هل فعلا يعني المدخنين بقول لك ملوش علاقة الأطباء احنا بنقول لا التدخين هو سبب لكثير من الأمراض هل فعلا له علاقة كمان بموضوع ألام الصدر أو مشاكل الصدر نعم بالعكس التدخين له علاقة مباشرة وطردية بإن كان في عدد يعني السجائر اللي بدخنها الشخص أو السنوات اللي بدخنها وحتى كمان العمر للمعلومة الأشخاص صغار بالعمر عرضة لمشاكل شاريين القلب التاجية سبعة أضعاف منهم للناس الكبار بالعمر فما يقول أنه أنا صغير اللي بقدر أدخن الكبير بقدرش دخن المشكلة حكايت شغلة مهمة في البداية دكتور أنه إحنا اللي درسنا في الكتب شيء واللي بنشوف على أرض الواقع يعني درسنا أنه بصيب كبار بالسن اليوم إحنا بنشوف شباب صغار عم منصابه وكل المشاهدين بسمها أو بالقصص هاي بجلطات قلبية بحالات وفاة نتيجة جلطات قلبية فيعني بطل في شيء ستندر طبيعة الحياة أو نمط الحياة اللي إحنا عم منعيشها إن كان طبيعة الغذاء الصحي غير السليم طبعا الخمول عدم الحركة عدم القيام بالتمرين الرياضية التدخين يعني حتى البيئة كمان الملوثة حتى استرس والتباتل اللي إحنا منعيشه هذه كل عوامل ما كانت في السابق وهل ظهرت حاليا وهذه عوامل يعني عم تعمل مشاكل في شرين القلب التاجية وإنسدادات وتجلطات عشان هيك حالات الجلطات عادت عم بزيد حتى في الصغار يعني التدخين بشكل مباشر أول شي بعمل على طريقتين الطريقة الأولى يعني في آليتين بالأحرى الآلية الأولى عن طريق أنه هو برفع الكوليسترول السيء وبخفض من الكوليسترول الجيد اللي هو حامل التاجية والسبب الثاني اللي هو المباشر يعني نسبة النكوتين في الدم اللي هي بدأ الشي يعني 7-8 ثواني حتى توصل الدماغ 15 ثانية تلف الدورة الدموية كلها والجسم كلياته بتعمل عملية انقباط انكماش لا أو سبازم بلغة الله يعني بالإنجليزي لا شرين القلب التاجية وبالتالي حتى الشاب صغير بالعمر ممكن نعمله يعني حتى قصر يصير فيه عنده جلطة قلبي يعني عمله قصطرة ومنلاقي عنده شرين القلب التاجية نظاف نعم يعني ما فيهم شي والسبب يكون عملية بس اقباطات متكررة عملية اقباط متكررة يعني يمتد إلى نصف ساعة كافي انه يعمل جلطة قلبي نعم طبعا يعني مشاهدين الأعزاء زي ما انتم سمعين واشفوا للدكتور التدخين هو أحد الأسباب المباشرة لألام الصدر والتي قد تكون أسباب جدية ناتجة عن تضيق في الشريين القوضات في الشريين مشاكل في عضلة القلب فالتدخين هو سبب مباشر طبعا بنحب نذكركم بأنه بإمكانكم التواصل معنا من خلال أرقام الهاتف اللي رح تظهر أمامكم على الشاشة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك وإحنا على استعداد لإجابة على كل أسئلتكم اللي طبعا بلشت تجييني دكتور على صفحتنا على الفيسبوك في مجموعة من الأسئل رح نطرحها بالتوالي على حضرتك دكتور جوني يعني من أخطر الألام الصدرية برضو هي الألام اللي بتيجي بشكل مفاجئ يعني هل الألام الصدرية اللي بتيجي بشكل مفاجئ فعلا هي ألام تنم عن شيء خطر ولا لا عادة الممكن يعني نستنى عليها عادة الألام لما أكون شديد ومفاجئ دائما بالعكس بناخد فيه بعيني الاعتبار أكتر لأنه ممكن يكون أخطر وشدة الألم برضو بلعب دور في تحديد إيش السبب اللي ممكن يعني سبب الألم هذا إن كان هو عائد إن كان يعني لشرين القلب أو حتى يعني للمريء أو حتى كمان لأمراض الصدرية الفلونزات الاتهابات الصدر الاتهابات الرئاحية برضو كمان بتأدي لألام فيه ألم مثلا يكون حتى كمان في الغشاء في الغشاء المحيط للخفص الصدري نعم وغشاء الطامور أو كثير من الحالات حالة ممكن تكون من المرارة يعني برضو ألم شديد بيأدي كمان ألم في الصدر وبالتالي نحن ناخد فيه شوية الأمور الجدية أكتر لما يكون فيه الألم يعني مفاجئ وقوي وشديد خاصة إذا كان الألم مصاحب بتعرق وبغثيان وبتعب بوهن شديد هذا طبعا ناخده أمور شوية يعني بشكل جديد أكتر من الطبيعي أنا دكتور بس في عندي هون سؤال من أول سؤال من صديقنا نهاية رجل أنا بصيبني ألم في منطقة الصدر والظهر وألم شديد جدا يستمر أحيانا ساعتين وأعاني من ارتجاع مريئي هل من الممكن أن يكون السبب في ألم الصدر هو الارتجاع المريئي أم هناك سبب آخر طبعا مش واضع عندي أديش عمر للمريض طبعا أولا مجرد أنه الألم يكون يعني بصير أكثر من ساعتين حوالي ساعتين حسب ما بوصف مشاهدنا على الفيسبوك طبعا هذا يعتبر أنه خارج أنه يكون علاقة بأمراض شرين القلب التاجية لأنه عادة التضيق بكون نقص تغذية عضلة القلب بكون عادة لحد عشر دقائق ربوع سيعة إذا ما رجعت لحد نقص صيعة بيصير في هناك انسداد كلية معناته في هناك جلطة قلبية وبالتالي أكثر من نقص صيعة بيصير عادة جلطة قلبية والتي بتكون عادة صور أشات وأقوى إذا بدي يستنى نقص صيعة بيكون يعني وخاصة أنه بشكل متكرر واضح من السؤال أنه مش مرة مرتين يعني كذا مرة بنعادي الألم إذا يكون علاقة بالارتداد المريئي يعني طبعا هذا معناته علاقة بالأكل وعادة بيكون عادة بعد وجبة العكل لما يأكل الشخص أو المريض وبروح بنام خاصة فترة الظهر وبالتالي بشعر أنه هناك اسمه ارتداد مريئي وبالتالي الألم يعني يعني ارتداد المريئي برضو دكتور تسبب ألم سيئة جدا يعني تشابه أحيانا الجلطة القلبية نعم لدرجة أنه حتى لو أعطينا حبة تحت الإسان ممكن للألم كمان يروح نعم لأنه عنبار عن انقباضات في المريئ طب هو جميل أنت يعني جبت لي موضوع مهم جدا لأنه في أسئلة كانت جاني من الأول حول هذا الموضوع أحد الأصدقاء يسألني وأنا برضو بكرر هذا السؤال عادة إشي اللي بيصير عادة في البيت أحد أفراد العائلة الأب أو الأم عنده مشاكل في القلب بياخد حبة تحت اللسان أحد الأبناء بيصيبه ألم بالصدر فمباشرة بروحي بياخد الحبة هاي اللي تحت اللسان اعتقادا منه إنه لو عنده جلطة بتخضي على الجلطة هل هذا التصرف سليم أم سلوك خاطئ أنا بعتبره سلوك خاطئ كلية نعم وبتأمل من الناس إنهم ما يتعاملوا بالأسلوب لأنه إذا كان فيه هناك يعني إحنا عندنا مشكلة إنه هذا الحبة اللي تحت اللسان هي بتتخفض الضغط بشكل يعني شكل كبير صحيح وبتالي إذا الشخص هذا يعني ضغطه على الانخفاض عادة بالطبيع عنده على الانخفاض أو حتى كمان لو عالي وعطيت حبة تحت اللسان رح نزلك الضغط للـ 80 للـ 90 وبالتالي يعني رح يعمل له مشكلة لأنه أول إشي رح يخفف من كمية الدم يقلل من كمية الدم وتغذية عضلة القلب إحنا لو ما عنده مشكلة الجلطة هو رح يسبب له جلطة هذا واحد تاني إشي طبعا إذا هو واقف الشخص هذا رح يصير فيه عنده دوخ رح يوقع على الأرض رح ينكسر إيده إجره رأسه وبالتالي هي مشكلة كبيرة عدا عن أنه انخفاض الضغط رح يصير الواحد يعني عنده يعني تعرق ردوخة وهي يعني بصير اختلاط هل هو فعلا هي جلطة قلبية أو بسبب بخرب الصورة العام بتاعت المرض فبالتالي إحنا بلقول للمشاهدين لو سمحتوا ما تشتهدوا ما تأخذوا الحبل تحت اللسان الشغلة بسيطة جدا شعرت بألام بالصدر عليك التوجه مباشرة إلى أقرب طبيب أو أقرب بركز طوارئ لتحديد الحالي معنا أول اتصال أبو عمار من قلقي لي قالوا مساء الخير أبو عمار الله يسعد المساك دكتور أشرف الله يسعد مساك نحن بنشوف في هذا البرنامج أنه نحن بنتابعه كلنا الله يخليك أحب بس أسأل الدكتور بالنسبة اللي جعل صدر أو جعل صدر وقعت منه برضو أسس يعني المكالم اللي قبلي على أساس أنه كنت أخذ حبة تحتل الثان نعم فأبرضة هذه كانت نصيحة يعني ممتاز منه شكره كل الشكر للدكتور عليها هذه نعم أما أنا بعض الأوقات بصير عندي وجعة في صدري زي ما تقول يعني بنخذني برد في لوحي فأنا عملت قسطرة حصيت شبكية من حوالي شهرين وماشي على ثلاث أنواع من العلاج كنت أدخن أنا دكتور والآن يعني إلي حوالي أربع خمس شهور بدخل نهاية من مرة الحمد لله قديش عمرك أبو عمار والله كله كل العمر المجيد والطيب إليك وإلك يا صاحب الحمد لله يعني 62 61 سنة ها لسه شباب أبو عمار لسه شباب لسه شباب أنا سكر الحمد لله ما عندي نعم حق الحمد لله ما عندي نعم بس يعني من شهرين برضو بتظل هتجيك بعض النخزات نعم بتيجيني بعض النخزات دكتور نعم يعني أنا حتى كنت تاني خليك تضحك تضحك دكتور تفضل في الأكل يعني بعيد عنك وذف أوكل منتب أوكل مسخل أوكل السخلات صحة وعافية صحة وعافية الآن متحمي أنا كثير دكتور شو شاني يعني حتى ما تحرش فيها لأنه نفسيا متعبني نعم بتحب تسألوا أي سؤال دكتور هو يعني سبب تركيب الشبكة سبب تركيب الشبكية هل هو جلطة أو لك ذبحة صدرية ألم هل كان عندك جلطة قلبية ولا ذبحة صدرية ذبحة صدرية أنا هذه ذبحة الله يزيق الخير أنت ودكتور بجهز تفيدني فيها أنا فيش نتوية بالذات بتظل هذه اللبحة الصدرية أو الذبحة الصدرية تجيني نعم نعم مفهوم أكيد أكيد ألف سلام إليك يا أبو عمار ومعنا سامر من رمالله ألو مساء الخير يا سامر ألو طيب دكتور يعني أبو عمار يعني هو هو الحل الفلسطيني أنا بسمي خلينا نقول اللي هو إحنا طبيعة أكلنا مش مش طبيعية ومش صحيحة لحد ما نمرض اللايف ستايل تبعنا كمان مش مزبوط لحد ما نمرض فبالتالي هو بركب شبكية من شهرين وكل الأشياء السلبية بطلها بس بعد ما ركب الشبكية السؤال كيف ممكن أنه يتخلص من هاي الألام الصدرية وهل فيها سبب ولا ممكن يكون فعلا بحاجة لإجراءات طبية أخرى وخصوصا من شهرين بس مركب طبعا هو يعني هو الخوف عادة للمرضى اللي بركب الشبكية أن الشبكية هاي راح تسكر نعم فكان يعني دائما للاعتقاد لأن أنا ركبت الشبكية ممكن أن يتسكر كيف يعني ممكن أن تسكر إذا هو ما دار بالوع حاله نعم إن كان التدخين نوعية الأكل طبيعة الأكل الأدوية خاصة الأسبيرين والبلوفكس اللي لازم واضب عليهم على الأقل يعني في بعض أنواع الشبكيات لازم سنة كاملة نعم وبالتالي يعني لازم يعني نمط الحياة كلية لازم يتغير غير هيك ترد نعم الشبكة ممكن تسكر من جديد على طبعا مش كل ألم بشعر فيه ممكن يكون هو تسكير للشبكة نعم وبجوء صعب عشان فترة الشبكية شهرين مثلا ما مش بالضرور مش بالضرور ممكن تاني يوم ممكن تالي يوم بس عادة تسكير للشبكة يعني بيؤدي لها يعني انسداد كلي يعني بيصير في هناك تخصر وتجلط مكان الشبكة للشريان وأدي لها جلطة قلبية فبالتالي بيكون الألم شديد كتير كتير مش مجرد بس نخزة يعني يمين شمال والشغلات هاي فبالتالي يا أبو عمار النصيحة لإلك أن تستمر في السلوك الصحي ومتابعة الطبيب ومتابعة الأدوية وغالبا قد تكون هاي الألم ليست نتجة عن أي مشاكل موجودة وإن شاء الله ما تكون في شرين القلب والصحة والسلام إليك معنا أبو إسلام من الخليل ألوه مساء الخير أبو إسلام السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير يا دكتور إليك وليس يا دكتور أهلا وسهلا دكتور والله أنا أحبب أستشير أخونا دكتور قبل تقريبا سنتين سويت شريان التاجي وركبوا لي عليه شريانين واحد من الرجل بعيد عنك وأحد من الكتف على الشريان التاجي طبعا في المستشهر أم الله سويتهم يعني عملت قلب مفتوح نعم قلب مفتوح نعم بعد 20 شهر يا دكتور سويت قسطرة نعم اللي هو الشريان التاجي والشريانين اللي اللي التنين اللي هم سكرين مهيعيا آه ممكن آه صار معي بداية جلطة وتحولوني على مستشفى الميزان سويت الشبكيات نعم ركبوني شبكيات طبعا النطليات أو الكويتات المشعر إيش فحاسس بتعب يعني وبلهت يعني من أي شيء لحد الآن بتشعر بتعب لما بتبدل أي مجهود لحد العملية نعم يعني زي اللي بدي أندب على الأرض والأدوية الأدوية الأدوية اللي وصفو لك إياها يا أبو إسلام بتاخدها بانتظام وما فيش أي مشكلة فيها آه بأخذ بالفكس أديش عمرك أديش عمرك آه ستة واربين جمالي واربين آه شباب أبو إسلام أعطيك طولة العمر إن شاء الله عندك سكري أو ضغط ما عنديش سكري ولا ضغط بس عندي واجعة كتير في الرئتين بصير عندي كل فترة لن رايح ومن يميني في العنة في المستشفى في المستشفى نكون في الوقتين الأحل بصير عندي والأحل ماشي ألف سلامة لإلك يا أبو إسلام راح نجاوبك على سؤالك ومعنا رضوان من سلفيت قالوا مساء الخير يا رضوان مساء الخير يعطيك العافية يا سعد مساك الله يعطيك العافية دكتور تفضل بدي أسألك عندي دايما سرعة في دقات القلب نعم هل في تأثير يعني في خوف منها عملت قبل تقريبا عشر أيام تخطيط قلب في المستشفى في مستشفى رمال الحكومي نعم وما فيش إشي يعني هل في خوف دايما فوق قديش عمرك يا رضوان واحد وخمسين واحد وخمسين عندك سكري أو ضغط عندي سكري عندك سكري ألف سلامة لإلك وراح نجاوبك معنا جهاد من بيت لحم قالوا مساء الخير جهاد قالوا مساء الخير مساء الخير مساء الورد مساء الخير إلك وللدكتور كمان مساء 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 أسئلة يعني يجب أن تكون مش يعني أنا لا عندي أي إشي معين يعني بس السرارات بشكل عام نعم للمستقبل يعني إن شاء الله ما بصيبك إلى كل خير وسختك معك الله يرضو عليك الله أعطيك الصحة أنت ويأتي عبيب بتفضل سؤالك بس أل بالنسبة لها عفوا المشي هل إن المشي بشكل عام هل هي رياضة منيحة بالنسبة ل مشاكل القلب نعم ما فهم نقطة ثانية اللي هي بالنسبة للزيوت بشكل عام الزيوت النباتية نعم هل بيحكوا بنسمع بشكل عام إحنا إن زيوت مثلا زي زيت الدرة الصافي يعني من الزيوت اللي منيحة بالنسبة ل إنها أقل أو أخص من مشاكل الكوليسترول بالنسبة للشرايين نعم هل هذا الحكي يعني فيه منه يعني برضا يعني خلقوا بنا الواحد يعني عفوا بس يعرف من الواحد يعرف نعم مش من ناحية الدعاية نعم 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 مفهوم يعني أنا فهمت سؤالك وراح نجاوبك علي صديق جهاد وقلب سلامي لإلك ومعنا جهاد أبو إبراهيم من نابلس ألوه مساء الخير ألو السلام عليكم أخوي أبو إبراهيم أهلا وسهلا فيك أخوي آه آه الله يحييك وحيي الدكتور أخوي الله يخليك يا رب آه دكتور ممكن سؤال أو سؤالين للدكتور طبعا تفضل آه هل ممكن أنه الإنسان يعني يمكن معه ضعف دم أو أليم يا نتيجة نزيف يقدر انخفاض في ضغط في الدم نعم أي أول سؤال بعدين دكتور آه أنه لما يصير انخفاض في ضغط الدم وأنا بأخذ الانيبريل هل ممكن أخذه ورغم أنه الضغط يكون 110 أو 100 على 60 أو 50 طب ليش تابع الأساس تأخذ الانيبريل لأنه كان معي ارتفاع في ضغط الدم ومستمر عليه لحد اليوم تأخذه بشكل منتظم نعم لما كان منخفض الضغط قد ما أخذه من كم سنة تأخذه يا صديقي حوالي من 6 أو 7 سنين وقديش عمرك 44 ومعاي ضعف بسيط في عضلة القلب نعم نعم نتيجة الوزن الزايد معي وزن زايد أنا برضو حوالي 150 كيلو 150 كيلو نعم أو الزيادة بجوز أو الزيادة بجوز نعم طب على فكرة يا إبراهيم أبو أبراهيم من صوتك واضح أنه في عندك الزيادة وزن لأنه من صوتك واضح أنه في عندك ضيقة نفس عم تلهث نعم نعم طب أنت سؤالك حول الأنبريل هل لازم تأخذه بشكل يومي حتى مع انخفاض الضغط أو لا نعم وضعف الدم هل بأكثر أنه على قديش دمك يمكن وصل تسعة مرار لأنه معاي نزيف يعني وسؤال برضو أخوي تفضل هل أنه مثلا علاقة لضعف عضلة القلب تخروج مثلا بصور على الجلد على منطقة الخدر أو كذا خروج إيش بصور أو دمامل على منطقة الخدر بصور بصور ودمامل نعم ماشي ألف سلامة لإلك يا أبو إبراهيم والصحة والسلامة لكل المشاهدين طبعا الدكتور جوني رح يجاوب على كل أسئلتنا ورح نستقبل أسئلة كمان ولكن بعد فاصل قصير لو سهل أعزائي المشاهدين مرة تانية مع برنامج سحتك بالدنيا وموضوع حلقتنا اليوم هو ألام الصدر الأنواع والأسباب والخطورة من هذه الألام وضيفنا لحلقة اليوم هو الدكتور جوني خوريا خصية أمراض القلب طبعا نحن في انتظار أسئلتكم كان معنا مجموعة في الجزء الأول رح نجاوب عن كل الأسئلة هلأ بإمكانكم التواصل معنا من خلال القامل هاتف أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك دكتور جوني يعني كان مجموعة من الأسئلة معنا نحاول الرد بشكل سريع لأنه في معي كمان مجموعة أسئلة على صفحتنا دكتور أبو إسلام من الخليل أخونا اللي بنتمنى له الصحة والسلامة 48 سنة وعامل مغير الشريانين وبعد مغير الشريانين بعشرين شهر اكتشف صابوا ألام بصدر واكتشف أنهم مسكرين هذول الشريين وحط اللي هو الشبكيات ومازال يعني من ألام في الرئتين أحيانا التهابات هو عنده ضغط لما بمشي بيصيبوا ضيقة نفس شو المشكلة؟ المشكلة طبعا يعني الاحتمال الكبير هو عملية نمط الحياة اللي لازم واحد يمشي نعم وأصلا الواحد يدير باله قبل ما سير عنده مشاكل الشريين للقلب وبالذات اللي بعد ما عمل العملية وبالتالي نمط الحياة لازم يعني يمشي عليه من حيث التغذية والرياضة والتوقف عن التدخين وأكتر يشمهم كتير تناول الأدوية هل ممكن يعني أنا بدي أسأل عنه يعني هل ممكن يكون الشبكيتين هذول صار فيهم مشكلة مرة تانية اللي تركب اللي هم شهرين حسب العلام اللي هو بشك منهم العلام مشابه للذبحة الصدرية مثلا طبعا بيحتاج لعمل فحص جهد أو في فحصات أخرى كمان وبالتالي ممكن نرد نرجع على القسطرة بس واضح أنه يعني لازم دير بالعنامات الحياة مش معناته أنه احنا عملنا عملية القلب المفتوح وركبنا شرايين جديدة معناته أنه احنا ناخد رحطنا في الأكل بس واضح من كلام أنه في عنده يعني بسبب عدم التروية الكافية والتغذية الكافية لشرايين لعضلة القلب وصلة الشرايين حصل عنده ضعف في عضلة القلب فأنا بنصحه أنه يتجه لطبيب ويعمل صورة التلفزيون لتعكد من عضلة القلب عملية تقييم لعضلة القلب نعم وأنه يأخذ الأدوية الملائمة لأي الله بس أنا كمان حابب أضيف لأخونا أبو إسلام ولكل مشاهديننا أي إنسان في عنده كان لأنه شك هذا هو شيء طبيعي يا أبو إسلام والطبيعي أنه أي إنسان كان عنده مشاكل قلبية أو في الشرايين في أي لحظة من اللحظات بشعر بألم عليه التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى وعادة البروتوكولات الطبية بتقول لازم يضلوا تحت المراقبة 24 ساعة حتى زي ما قاله دكتور جوني حتى تثبت برائة هذه الألام لأنه نحن بنخاف من الألام الصدر دكتور بردوان من سلفيت كان بسألنا أنه عمره 51 سنة وبيصيبه تصارع في ضربات القلب رأى على المستشفى عمل الفحص ما ببينش أي مشكلة عنده وعنده سكري هل في خطورة من هذه التصارع؟ طبعا هو ما صيرنا نفتش أنه إيش السبب بالضربات هدول إذا هو كبير بالعمر وإحتمالية تكون في إشي بشرين القلب 51 سنة تاجية معرفة زل وجود السكر وإذا بدخن والوزن والتالحركة وبالتالي هاي نتأكد يعني السبب الأكثر شيوع عادة نكون في إشي بشرين القلب التاجية يعني تصلب واتضيق وبالتالي يعمل فحص جهود في صورة التلفزيون ممكن أن يتنعمل ويتأكد إذا من الشرعين أو من سبب آخر وممكن برضه إحنا نفيد بشغل الدكتور بأنه إذا فيه تصارف ضربات القلب ينصحه دائما بعمل فحص هرمون الغد الدرقية لاستثناء مشاكل الغد الدرقية شاكد نعم أبو إبراهيم من نابلس كان بيسأل الدكتور أنه هل المشي بفيد ولا ما بفيد القلب والجسم بشكل عالي بالعكس أكثر شغلة بيستفيد منها الإنسان اللي له للأسف إحنا في بلادنا ما منستغلها لعملية التمارين الرياضية اللي هي كل ما أنار كل واحد يمشي كل يوم مصيحة يعني مفيدي وكويسي حتى لمرض القلب اللي الريدي يعني عندهم مرض بالعكس هذول عكتر الناس بيستفيدوا لأنه يعني إن كان بيخفف الوزن إن كان بمشي دورة دموية إن كان بيقلل من نسبة السكر والضغط والكوليسترول وبقلل من يعني نعم يعني كل الأمراض هاي اللي هي بتسبب لشريحة كان بيسأل برضه بخصوص الزيوت النباتية وزيوت الضرة ومش زيوت الضرة أي يعني بزيوت الضرة وبزيوت الزيت الزيتون زيوت الزيتون ما فيش على الخلاف هي شجرة مباركة وعندها في بلادنا بزيوت نحن نستغلها بس اللي بدي أحكيه إنه هو مفيد واثنين مفيدين بس ما يصير عملية الألي يعني التعامل في القليل وخاصة الزمني اللي بشكل متكرر وبالتالي هيك بيصير في يعني ببط المفيد بيصير ضار جدا وبالتالي التعامل معه إنه يكون في يعني خاصة زيت الزيتون نعم وكما زيت الدر أنه يتعامل فيه زي ما هو ما يصير فيه عملية الألي إنه الألي بترفع من الكوليسترولي الصيئة نعم كمان كان معنى من أبو إبراهيم صديقنا بسأل إنه هل ضعف الدم واضح إنه عنده ضعف دم بينزل دم ولا تسحى هل هذا بيؤدي إلى خبوط في ضغط الدم هو هو واضح إنه عنده يعني انخفاض مزمن مش إشي مفاجئ نعم طبعا هو إنخفاض المفاجئ لأه الدم إنه يخسر دم بصير عنده نزيف في الشخص طبعا بنزل دمه بصير بدخل في حالة الشك بس هو واضح إنه إشي مزمن بنسبة لإله يعني مش إشي نعم بس طبعا إنخفاض كمية الدم بتأدي حتى المزمنة منها بتقلل من كمية الدم على عضلة القلب على الشرين فبالتالي تعمل مشكلة هبوط الدم لأنه المشكلة مش في ضغط الدم المشكلة إنه نزوء أو هبوط نسبة الدم في الجسم ممكن تؤدي إلى قلة تروية في عضلة القلب وشرين القلب فبالتالي ممكن ندخل في موضوع اللي هو تضيخ في شرين القلب أو مشاكل خلينا نقول قلة تروية في عضلة القلب وهذا إحنا ما بنحبش نوصلها كان بسأل برضه هل ياخد دوات ضغط ولا لا هو يعني هو يعني الضغط بالنسبة لإله منخفض أو بالأحرى مش منخفض هو منتظم يعني حتى لو بيكون عنده مية وعشرة مية وعشرين ضغط الدم هو منتظم بالنسبة لإله بفعل الدواء اللي بأاخده نعم وبالتالي هو بوقف الدواء الضغط راح يرتفع وواضح من كلام إنه بأاخد دواء ضغط مش بس عشان ضغط الدم يعني الدواء الأنابريل مش عشان ضغط الدم وبأاخده مش عشان عضلة القلب وتقوية عضلة القلب وبالتالي واجب أنه ياخده باستمرار بغض النظر عن ضغط الدم اللي عنده نعم كمان بدنا حب نظيفها أبو إبراهيم ونقولك أنت سأل سؤال بخصوص البثور اللي بتطلع على الجسم مع ضعف عضلة القلب عادة ما لهمش علاقة إطلاقا في بعض بس النصيحة اللي بنقولك إياها أنت بحاجة أن تنزل وزنك مية وخمسين كيلو أنت بتحمل قنبلة موقوتي وماشي فيها مع مشاكل في الضغط مع نظيف فيفضل أن تجد طريقة سواء من الحمية أو عملية جراحية أو ما أشبه تنزيل الضغط رح يحل لك تلتين المشكلة اللي أنت إن محلهاش كلها طبعا اللي بتعاني منها معنا أبو إياد من بتوني ألو مساء الخير أبو إياد مساء الخير صديقي مساء الورد مساء الخير دكتور جنيد مساء الخير أبو إياد دكتور أنا تعرضت لجلطة قلبية ودخلت في غيبوبة فترة وهم نقولي كسطرة طبعا والحمد لله وضعي كويس بس لحظت عن فترة قريبة إنه في عندي تكوين ماء في الرجل يومنا جنب الكاحل تقريبا في الكاحل آه هلأ الكمية هاي قليلة كبداية فبعرفش مرة كرأت إنها علاقة بأمراض القلب هلو بحكي نعم طبعا الماء برجل واحدة اليسرى ماء ما فيهاش ماء يعني السؤال الواضح بس في جل واحدة في جل واحدة هلأ كمان في عندي بدي أسألك عن دواء الضغط اللي هو الأنبريل الخمسة البطورية هلأ هذا الدواء مفروض فيه أخذ على طول بالرغم إنه ما عنديه ضغط ضغطي دايما يعني نعم كويس هلو عنديه سكري عندك سكري يا أبو إياد لا لا فش عندي سكري عندش عمرك عمري خمسيسة عندك ضعف عضلة القلب هو كان لما صارت مع المشكلة صار ضعف بس بعدها عملت صورة إيكو عندك في المركز وحكيت لي إنه يعني وضع عضلة القلب ممتاز جدا عندك سكري ممتاز ألف سلامة إليك يا أبو إياد معنا سلوى من قلقي لي قالوا مساء الخير يا سيد سلوى يعطيك العافية الله يعافيك يا رب بدي أسأل الدكتور أنا عندي ويصيبني وجع بنف صدري نعم ويصيبني أديش أمرك يا سلوى 23 سنة 23 ويصيبني خضران بالأطراف لما أبدل مجهود كثير بحس بتعب بصير قلبي دكاتي تسارعا لما تبدل مجهود آها عادي يعني شغل البيت المجهود الطبيعي مش النرياضة أو شيء من زوجي يا سلوى آه من زوجي عنديك أطفال صح؟ آه عنده طفل واحد مغلبك شكله؟ آه الحمد لله حمد لله شاء الله ربنا بيعطيكي معه وراح نجاوبك على سؤالك يا سلوى مبشار من نابلس ألوه مساء الخير مبشار من نابلس ألوه مساء الخير وطينا تلفزيون مبشار واسمعينا من تلفون لو سمحتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والله يا حية أنا عمري 64 سنة طولة العمر إن شاء الله تفضلي عندي ضغط أنا وبصير أمرار عندي هبوط في السكر وأمرار برتفع فجأة ولما بطلع درج بتعب كتير بصير ألاحظ لما تطلع الدرج لما بطلع الدرج ولما بطلع سندي هيك طريق هيك فيها السندي يعني أنت صورة واضحة بالنسبة لأي طبيب قلب هلأ رح يجاوبك الدكتور جوني بعد ما ناخد محمود من دير لغصون قاله مساء الخير يا محمود مساء الخير مساء الورد كيف الحال؟ الله يخليك أعطيك العافية الله يخليك فضعي أعطيكم الله كثير حدا وموفي نستفيد منك شكرا ليلة طب خلينا أحكي مع الدكتور الدكتور بسمع فيك تفضل الساعتك في الدنيا؟ نعم تفضل الدكتور معك لو دعا صدري نعم تفضل إحنا سمعيناك أنا من مدة سنة عملت كسطرة نعم بس وط التلفزيون وسمعنا من التلفون يا محمود طيب طيب نعم كسطرة وتبين عندي بالكسطرة ثلاث شرايين ضيق نعم ولكن ما عنديش وجع في السدر نهائيا وحولوني على القلب المفتوح نعم وأنا ما عملتش ولأنه ما عنديش وجع في السدر يحمي أنت يا محمود عندك سكري محمود عندي سكري قديش عمرك عمر 72 سنة الله طول عمرك 72 سنة الله يعطيك طلط العمر كم سنة بتعاني من السكر يا أستاذ محمود والله حوالي عشر سنوات ومأثر السكر عندي على الشبكية في الآن نعم نعم يعني أنت شخصوك أنه في عندك مشاكل في ثلاث شرين وبحاجة العملية وأنت رفضت أنا رفضت لأنك أنت مشاعر أنه في وجع صح طبيعي مش رح تشعر رح نجاوبك على سؤالك يا أستاذ محمود بعد ما إن شاء الله نبلش في إجابات الأسئلة معنا باسم من رمالله ألو مساء الخير مساء الخير رحلين ألو مساء الخير يا باسم مساء الخير رحلين تفضل سؤالك أنا دكتور بيصيري دمع أشتغل بصير وجهي يوجعون ركبي دمع أدركبي يصير يوجعوني ركبك بوجعوك؟ أه طب قديش عمرك يا باسم 27 سنة 27 سنة وشو بتشتغل؟ عامل عامل ألام في الركب بس أه أه بس يجا يوجعوني بعدين بعدين كل رجلك بيوجعوك ألف سلامة إلك يا باسم ألف سلامة نتمنى لك الصحة والسلامة دكتور جني رح نجاوب بشكل سريع لأنه حجم الأسئلة كثير أبو إياد من متونيا كان بيحكي بخصوص اللي هو ما فيش عنده سكر عمره 50 سنة وبيضل عنده مية في الكاحل هل هاي علامة خطرة ولا لا؟ أبو إياد إذا كان المية في إجر في ساق يعني واحد عادة ما يعني ما إله علاقة بالقلب نعم عادة بيكون فيه إشي موضعي في نفس نعم ممكن يكون التهاب في المفصل ممكن يكون ضربة ممكن يكون يعني دربة إذا دربة يشعر فيها بس كثير من الحالات بتكون بسبب الدوالي اللي بتكون عادة في الساق خاصة إذا في ساق واحد وبالتالي في ساق واحدة ما تخاف بالنسبة لحبت الأنابريل أنا بحب أحكي لك أنه يعني أنت عم تاخد حبت الأنابريل لأنه عضلة القلب كانت ضعيفة وهلأ قويت وبالتالي الأدوية هاي عادة يعني مجموعة الأدوية هاي عادة منشان تقوية عضلة القلب فأنا بفضل أنها كنت تمك تاخدها بغض النظر عندك ضغط أو ما عندك نعم سلوى 23 سنة من قلقيليا بتقول أنه هي بيصيبها ألام في الصدر وخضرها بالأطراف وأحيانا تصارع في دربات القلب مع أي مجهود نعم وطبعا يعني في جميع الحالات إحنا متفضل أنا تنتجل للطبيب لأنه يعمل فحصات معين مش بالضرور فحص جهد يعني بنت صبية 23 سنة بس ممكن يعمل صورة التلفزيون يتأكد إذا فيه إشي عضوي نعم بصممات القلب وعضلة القلب نعم مبشار من نابلس 64 سنة عندها ضغط وصير عندها هبوط في السكر وبتعاني من بتلاهث وبصيبها بتقول لك ضيق في النفس عند أي مجهود بتطلع درجة بتطلع هاي الصورة طبعا هذه الصورة يعني لضغط مزمن لشخص عنده ضغط يعني مزمن وبالتالي احتمالية وبهيك عمر ممكن يكون كمان بشريين القلب التاجية تنصح لي وبالتالي احتمالية إنه كن فيه إشي في عضلة القلب ببلش تضعف مثلا هذا إذا ما كانش السبع بسبب زيادة الوزن وبالتالي ينصح نعم صورة التلفزيون لإله للتعاقد من عضلة القلب إنه ما فيه هناك نعم يعني تضخم أو ضعف في عضلة القلب عمنا محمود 72 سنة وعنده سكري من دير لغسون عامل قسطر وطلع ثلاث شرايين عنده ورافض نعم العملية لأنه ما بشعر بألام وطبعا يعني مرضى السكري خاصة إليه عشر سنوات عشان يكسر ألم عادة مرضى السكري يعني ما ما بشعر فيه الألم لأنه عادة الأعصاب عندهم يعني فيها مشكلة بسبب الارتفاع السكري أو داع السكر المزمن وبالتالي عادة ما بشعر فيه ألم كألم اللي ممكن يشعر فيه شخص آخر طبعا باعتمد أنه لازم يعمل عملية أم لا هذا طبعا باتجه للطبيب أو اللي هو اللي بيقرر أديش نسبة التضيق بالنسبة لإله نعم دكتور بس أسئلة سريعة وخينا نجاوب عليها لأنه مش ضايل معنا وقت كتير علاء بتسأل وبتقول أنه أمها عمرها 45 سنة وعندها غضروف بالظاهر ولما بتمشي مشوار أو بتطلع طلعة بصيبها ألم في الصدر والإيد الشمال وضيخ نفس وكأنه فيه إشي ضاغط على صدرها وعمرت تخطيط قلب وطلع فيش إشي هل السبب هذا من شو سبب الألم عادة ممكن يكون مشاهرين القلب التاجية ممكن ما أحد أبعرف يعني بذات لأنه بتبذل جهد معين نعم يا ألاء يفضل أنه الوالدك تعرض على طبيب قلب لأنه مش كثير قد يكون الغضروف العلاقة بالموضوع وخصوصا أنه لما بتبذل مجهود تصيبها ألام بالنسبة لأخونا باسل العامل اللي سألنا بخصوص ألام الركب إحنا طبعا حلقتنا عن القلب ولكن راح نجاوبك ونقول أنه أي مجهود مع وزن زائد قد يصيبك بألام في الركب ولكن إذا استمر الألام يفضل مراجعة الطبيب بحاجة لمجموعة الدكتور كمان سؤال سريع بأنه هبوط الضغط فيه ناس بتسأل وتقول أنه إذا صار هبوط في الضغط هل في حل له هبوط الضغط ولا لا هو هبوط الضغط تعريفه إذا كان فيه عنده ارتفاع في الضغط أو يعني لفرض 150 160 ونزل 70 80 90 أو 100 هو طبعا انخفاض بشعر فيه لكن موظم الناس عادة بشكوا من أنه ضغطهم هيك في العادة عندهم 90 عالمية وبالتالي هيك طبيعة الضغط بالنسبة للعلم هو نحو الانخفاض وهو يعتبر ضغط طبيعي بالنسبة للعلم بالعكس أنا بقولهم محظوظين الناس اللي عندهم الضغط هذا وما يحاولوا أنهم يفكروا أنهم يرفعوا ضغط صديقتنا جنات أنا بجاوبك ويقولك هي بتشكي من أنه عمرها 27 ثاني أحيانا بيصيبها ألام وضيخنا لما تكون زعلاني مش كل ألام إحنا في الصدر الضغط طبيعي ممكن يعمل ألام في الصدر ممكن يعمل ألام في المعدة مات إلى أي بس الأهم من هيك مات زعلي دكتور جوني يعني كمان في مجموعة كبيرة من الأسئلة أنا عندي موجودة اللي طبعا أنا بوعد كل مشاهدين أنا رح أرد عليهم طبعا ونجاوبهم على كل أسئلتهم نصيحة أخيرة لكل مشاهديننا دكتور جوني اللي بيسمعونا نصيحة الصراحة يعني أنا دائما بحكيها وبشدد عليها أنه إحنا ما نوصل مرحل يصير في عنا مشاكل في شارين القلب التاجية وحتى المضاعفات والعوامل الخطورة السكري وضغط وكوليسترول ودهنيات يعني الضروري أنه الواحد أو الإشي الوقاي من الأمراض هاي كلية حتى لو في عمر صغير يعني الرسال أنه إحنا مش نوصل لعمر 30 بعدين منبقى ندير بانع على أكلنا وعلى صحتنا وعلى التمرين الرياضية ونوقف عن الدخان ومهم جدا أنه إحنا نتعرف بعد سن العشرين بالذات وننتعرف أنه نعمل فحص للسكر نعمل فحص للضغط نعمل فحص للكوليسترول لأن هذه أمراض صامتة نعم بكتور جوني في نهاية حلقتنا اليوم إحنا بنشكرك وأكيد رح يكون حلقات كتير معك لأنه ألام الصدر أوجاع الصدر وجلطات القلب كل هذا موضوع كبير وظاهرة وأصبحت منتشرة في مجتمعنا الفلسطيني شكرا لحضورك معنا وشكرا على مشاركتك شكرا لكم أعزائي المشاهدين قبل مختم حلقتنا اليوم أحب أذكركم بأنه زي ما تفضل الدكتور جوني ألام الصدر دائما وأبدا يجب أن تأخذ بالحذر ودائما وأبدا فلا ترك الطبيب هو اللي يحدد كثير من الناس قد تكون فقدت أرواحها نتيجة الإهمال في موضوع الألام الصدر دائما وأبدا نتوجه للطبيب خليه حدد شو مشكلة الألام قد تكون شيء عابر قد تكون شيء جدي ولكن لا أنا ولا أنت ممكن نقرر اللي بيقدر يقرر هو الطبيب المختص أو غرفة الطوارئ اللي راح تتوجه لها عشان هيك ما نهمل ودائما وأبدا نهتم بصحتنا ونمشي وندربالنا من الأكل ونخفف وزن ودلعب رياضة عشان ما نوصل لمشاكل القلب أو ألام الصدر في نهاية حلقة اليوم أنا الدكتور أشرف وطاقم العمل معي أشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة